قرعة بطولة كاس مصر للموسم الجديد اللي هو الحالي مش القديم القديم احنا هنلاع فيه بيرامدس ان شاء الله بكرة لكن موسم الجديد النهاردة كانت القرعة بتاعة دور ال 16 من بطولة كاس مصر والقرعة نتج عنها اللي انا هقوله لحضراتكم اللي اكيد حضراتكم كمان عرفتو ان الاهلي هلاع فريق مصر المقصة وحيقابل الفائز من فريقي المقاولون العرب والجونة وفي طريقه طلاق على الجيش ومنتخب السويس اللي حيلعبوا بعض واسموحة مع كافر الشيخ برضو حيلعبوا بعض ده الجزء بتاع النادي الاهلي ما فيما يتعلق بالنادي الزمالك زي ما حضراتكم شايفين كده والاسماعيلي عندهم مباراة قوية جدا في دور ال 16 حيقابلوا كاس مان من المصري وإسترن كامباني ومعهم ايضا انبيو البنك الاهلي بيرامدس واسيراميكا كليو باترا دور برضو في نفس الطريق وهي قرعة كانت موجهة بعد قرار من الاتحاد المصري لكرة القدم ان بحيث ان الاهلي والزمالك ما ينفعش يتقابلوا مع بعض غير في الادوار النهائية رغم ان ده عكس اللي هم ما كانوا قالوه في البداية لكن في كل الاحوال ده قرارهم يعني لكن اكيد بطولة هتبقى مهمة والاهلي مركز فيها لقطات اللي حراركم شايفينها دي لقطات الجراءات الخاصة بقرعة بطولة كاس مصري المسلم الجديد وطبعا بحضور مندوبي جميع الأندية المشاركة في هذه البطولة بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم نتمنى البطولة تبقى نجحة ان شاء الله بإذن الله وتكمل على خير وطبعا بتمنى ان الاهلي يوفق فيها ويفوز بها لان الاهلي في حاجة كبيرة جدا جدا لتحقيق اللي بطولات المحلية هذا الموسم بالتحديد وان شاء الله بإذن لكم موفق رغم ان المنافسة طبعا صعبة جدا لما يكون في بيرامجز والزمالك والإسماعيلي وإنبي ومصري وعندية كتيرة جدا المقاولين والجونة لا يعني فرق تقيلة وصموحة كمان وطلع الجيش اللي ماشي بشكل ممتاز مع الكابتن طرق العشري بصراحة ففي صعوبة كبيرة جدا في المنافسة لكن في نفس الوقت احنا عندنا ثقة كبيرة قوي في الدهاز الفني والعيبة الحالية لنادي الأهلي واللي يقدروا بإذن الله بإذن الله يعوضوا جمهور الأهلي عن فقد بطول الدوري أبطال أفريقيا لأسباب مختلفة